موسيقى ازايك يا اخوي عامل ايه؟ هكتلك ليه بس انا عملت حاجة تعالى بالصعود كده قولنا نتكلم وهده كده ايه ده لك اين تجي هنا؟ ها؟ بتتفجع علي يا نعيمة؟ انا اتفق عليك انا ها؟ هو انا لو متفق عليك كنت جيتلك لغاية هنا؟ ده انت حبيبي ونور عيني وننة عيني من جوه ده انا خاف عليك من الهوى الطاير المال بتمسي ورا ريملي ايه؟ عشان اعرف هي عايزة ايه؟ عشان افهم ايه اللي في دماغهم ولو كنت قلت لأ معرفش كان ايه اللي ممكن يحصل لنا وديك شايف انت فين دلوقتي ومشرف فين؟ احنا هنلف ونظر على بعض يا بيت بقولك ايه؟ انا مش حيلة صغيرة اول معصام ده جاني فهمت على طول ان نيته كده نية مش كويسة من نحياتي بس خفت اقولك عشان انت لو كنت عرفت كنت هتصور قتيل بقولك ايه؟ عادل ده هو الحوار كله جالي لغاية البيت واقالي ان انت مش هتطلع مستجنج 20 سنة كان لازم اسمع كلامي بس انا مش هسيبك عارفة لو طلعت من هنا عادل ده عمرو هيبقى خلاص خلص بالنسبالي واعصام مش هيقدر يحط رجده في البلد إلا بإذن مني بقولك ايه؟ انا عاوزك تهدى كده وتفكر بهداو مش ويش كل حاجة هتعدي وبعدين انا عمري معاسيبك بزمتك والنبي تتفكر ان عيمة تخونك مش كنت تقولي ان انت عايزة تزوريه وانا جيبلك تصريح مخصوص ما كانش ينفى كنت عايزة منه يا نعيمة دي حاجة تخصيني لا 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 واضح ان انت مش واخدة بالك ان انت من النهاردة تخصيني يعني اي تصرف تعمليه خصيني اي تحرك ليكي لازم ابقى عرف انت فين ما تنسيش ان انت تخصي راجل شغال معانا وعزيز علينا قوي يعني لازم احافظ عليكي فاهمة ولا مش فاهمة طب ايه ده بس انا هفاهمك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه هكده؟ ده ممكن تتعدم وانت عايزين اعمل لها ايه يعني؟ اروح دفعانها هقول على حاجة ما عملتهاش وانا عارفة انها عملتها تبقتل محرم وقلنا ماشي انما فريدة وابنها هو سؤال واحد يا شهد هتوجه في جرمك ولا لا؟ محدش هيروح لها هتفضل اجده لحالها انت متعارفيش السجن بيحصل فيه ايه؟ امك ما هتتحملش ومع انت بتحس بيها على ايه؟ ما انت عملت اللازخم منها؟ لا انا ما عملت ازايها ولا حتى عملت زايك انا كل اللي عملت ان كنت بحاول اخد حقي بالتزوير واللف والدوران وكل كوم وجوزك من محرم بس انا ما قتلتش تشايف ان في فرج؟ يعني تزوري وتغشي حاجة انما تكتلي حاجة تانية؟ بقولك ايه؟ هو انا بتكلم معاك ايه انت؟ انا في حكم الميتة وانتي كان عندك استعداد تغدي كل حاجة البيت والارض عشان عارفة اني ما اقدرش اتكلم واجول اني عايشة عشان حبل المشنجة مستنيني صح؟ روح يا شهد وجه في جرمك متخليش جابريا وعيالها يشمتوا فينا روحي 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 يا بيت عمتي وانت يا خالس مش خايفة منه؟ لا لا ازاي؟ ده ممكن يرمكي في السجن زيك زي بدري لا مش خايفة عارفة ليه يا بيت؟ عشان الرجل اللي مشغاله انا مع الششة في دماغه وعجباه يعني ما يقدرش يقزيني يعني من الاخر كده اعمل اللي انا عاوزاه طب ما تخلصي من بدري ده؟ يعني هو امل قوي والنبي انت باينك بيت هابلة ده الخوف كله من بدري مش من عادل عارفة بدري ده لو انا قلت له انا عايزة اتطلق هيدرابني ميت جازم على دماغي وهطلع انا الوحشة الغلطانة واخري عنده طلقة طايشة تجيب اجلي ويرجعوا حبايب وصحاب زي ما كانوا لكن انا هنا بقى ملكة زماني انا عارف ان انت زعلان مني يا عمروان لو حطيت يدي في يدك هابجع عهد هقعد عليه بقى ان شاء الله اللي انا جاي عليه بس ايب اللي انت عملته ده يا عمروان ده انت راجل سايد يا اخي وعارف الواجب وبتفهم في الاصول المفروض المفروض تحط ايدك في ايدي وتاخد وجبك وتقول البقين اللي انت جاي تقوله واجبا نعرفه يمكن زكاء يخني المرأة دي قول مش هتعرف تشتغل من غيري وعاكت كن فاكر ان حسنا هيدور الليلة زي ما كانت دايرة طب غلطان احنا بتوع بعضينا كن بجان سنين بنشتغله سوا انا عارف مهدي كان بيحبك وقال لي عنك كلام كتير الله يرحمه فانا كنت بعزه وبعز اللي منه ومن دمه وعاكت كن فاكر ان انا مش جاي باخرك يا والد مهدي انا ما جتلتش هابوك اي نعم كان فيه بيننا عداوة وهو كان شديد علي وانا كنت محجر معاه بس ما جتلتوش واللي قال لك ان انا جتلته كان بيتحك عليك عايزك تلف حولين نفسك انا مصلحة كلها كانت مع مهدي اكتل مصلحي مصلحة ان كان محرم هو اللي يموت مش مهدي فكر زين انا قلت له محرم ان هو عدوة من ساعة لما اتجوز الست الوالدة بالضبط ولما كانش تجتل قلت انا اللي جتلته مش هتفرق كتير انت او كريمة قتلتوه مش هتفرق كتير انا هبقى سندك وظهرك في البلد داي انا حافظها حتة حتة واعرفها زين فكر وقل لي ولين والحديد بيلين بينام الكفتين هم زين حتى اسأل لهه زين بالازن على السلامة حبيبي ممممschaft هاللقب هقول لك هلا حاجة لو مش عايز توجد عنده محرم نجعة فاتي لا لي هتوجد صرايا حسن عبد الحكيم لا بيت جبرية ولا بيت محرم على بركة الله اشترينا انا ما اخذ بيه صاحبة عايز فلوسها كاش وانا عندي كلمتي يبقى على بركة الله نروح انجهز العجوم خبر ايه يا حسن ايه هو صنف فلوسه بس اللي في دماغي انا حعمله امه وحمشه عليها ومش هسمع كلام حد انا بقيت الدنيا كلها عشانك يما بقيت مروحا واجفتك صادو وقلت له له ايه لامك واجفتك الدم كريمة وطلقت بيتها ريتال عشان خطرك فلو عايزة توجي معايا هشيلك على دماغي من فوق